تتكلمنا عن رياضة مستمر والنهاردة تنطلق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو والحد 12 أغسطس بتقام البطولة بمشاركة 16 نادي من أرحاء الوطن العربي من بينهم نادي الزمالك المصري خلينا نتكلم أكتر عن هذه البطولة بشكلها الجديد مع محمد الجبالي ناقد الرياضي سباعة خيرة عليك أستاذ محمد سباعة خيرة أستاذ جمان طيب بالبداية كده خلينا قبل ما نتكلم عن المباريات والبطولة بمجموعاتها خلينا نعرف منك الاختلاف بين الشكل القديم والشكل الجديد إيه اللي حصل إيه الفرق الشكل القديم البطولة أصلا بطولة البطولة العربية بدأت من 1982 وكان أول بطل لها الشرطة العراقي وآخر بطولة كانت 2020 كان البطل الرجاء المغربي فكان على مدار الفترة دي البطولة بتتغير المسابقة بمسميات مختلفة وبأنظام مختلفة ما كانتش مستقرة على شكل مختلف بسبب المشاركة كانت متنوعة بين الأندية فكانت تقام البطولة بشكل مختلف وفي مواسم مختلفة ولكن بدءا من هذا الموسم البطولة بدأت تأخذ منحة جديد بأن هي اتلعبت أدوار تمهيدية 39 مباراة تمهيدية من المباراة التمهيدية اتصعدت 16 فريق منهم 3 فرق اخترتهم اللجنة المنظمة كان من ضمنهم نادي الزمالك تقسموا 16 فرقة على 4 مجموعات الـ 4 مجموعات بيصعد أول وثاني بعد ما يصعد أول وثاني لدور التمانية بيلعبوا الفائز بخروج المهزوم إلى أن يصل إلى المباراة النهائية في آخر يوم 12 إن شاء الله بإذن الله البطولة برضو بشكلها الجديد لأول مرة تقام بهذا المبلغ الكبير من الجوائز 10 مليون دولار 10 مليون دولار بتقسم إزاي الـ 10 مليون دولار المركز الأول بياخد 6 مليون دولار المركز الثاني 2.5 مليون دولار المتأهلين للمربع الزهبي كل فرقة بتاخد 150 ألف دولار وجميع الفرقة اللي موجودة في المجموعات الأربعة 16 فرقة كل فرقة بتاخد 100 ألف دولار وده اللي مدي البطولة وضع مختلف ووضع جديد لأول مرة برضو البطولة هتقام بنظام العين الصقر اللي هي التقنية الحديثة بتاعة المرمى وبرضو التسلل الآلي اللي كانت مطبقة في بطولة كاس العالم الأخيرة في القطر عشان كده البطولة بتاخد وضع مختلف لأول مرة تقام بهذا النظام ولأول مرة تقام بهذا الكم الكبير من النجوم المدججين وخصوصا نجوم الأندية السعودية لأن 16 فرقة المقسمين البطورة أربع فرقة من السعودية تلاتة من تونس اتنين من المغرب بعد كده هتيجي مصر فرقة واحدة الجزائر فرقة العراق فرقة الكويت فرقة الإمارات فرقة إلى أن نصل إلى 16 فرقة عشان كده الأربع فرقة اللي هم يعتبروا من الدور السعودي هما الأكثر زخما بالنجوم وخصوصا الدور السعودي بدأ من الموسم اللي فات يستخطب نجوم كبار جدا في انتقالات مختلفة طبعا بالزبط عشان كده البطولة بتأخذ أهمية كبيرة الأهمية الأكبر بقى للبطولة فيه ثلاث أو أربع فرق بيعتبروها تعويض لضياع بطولة الدوري في بلدانهم على سبيل المثال الهلال السعودي ما خدش الدوري فبيعتبر البطولة دي فرصة السد القطري ما خدش بطولة الدوري بيعتبر البطولة دي فرصة الوداد والرجاء نفس الوضع ما خدوش البطولة في المغرب خدها الجيش الملكي فبيعتبروا ان البطولة دي فرصة وأخيرا الزمالك اللي هو المفروض ما خدش بطولة الدوري ولا الكاس السنادي فبيعتبر البطولة دي فرصة أيضا لتعويض بطولة الدوري طيب هيل يعني وضح ان البطولة بهذا الشكل الحقيقي برضو يعني تحمس ان الواحد يتفرج عليها ويتابعها بكل تأكيد أكيد طيب احنا منكلم عن انطلاق المباريات بالمجموعة المباريات المجموعة الأولى النهاردة الأولى والتانية النهاردة بالزبط كده بس المجموعة الأولى بتضم الاتحاد السعودي التراجي التونسي السفاقسي التونسي والشرطة العراقي مجموعة قوية جدا مجموعة قوية والسفاقسي بيدربوا كابتن حسام البدري ومباراة الأول مباراة النهاردة الاتحاد جده والتراجي مباراة قوية جدا السفاقسي والشرطة العراقي تعتبر مباراة أقل قوة من المباراة الأولى فمجموعة قوية والمجموعة الثانية قوية جدا ويمكن المجموعة الرابعة هي الأقل قوة من الثلاث مجموعة الأوليين الزمالك في أي مجموعة؟ المجموعة الثالثة الزمالك مع النصر السعودي مع الشباب السعودي مع المنستري التونسي إذا نتكلم عن المجموعة الثالثة ومجموعة الزمالك خلينا نتكلم عن نادي الزمالك بعد الوقت وحزوزه وفرصه في هذه البطولة يعني برضو مجموعة ثالثة يعني مش سهلة مش سهلة بس هو وضع الزمالك في ترتيب المباراة يكاد يكون هو الأفضل بالنسبة له يعني لو الزمالك لو اختار ترتيب المباراة بالوضع اللي هو رايح فيه البطولة يمكن الزمالك سفر يوم للحد اللي فات ووضعه بالنسبة للعيبة أو للصفقات ووضعه إلى حد ما مش طيب أو لا يدعو إلى التفاعل كثيرا رغم أن جماهير الزمالك مش متفاعلة إلا أن أنا ممكن أكون متفاعل أكتر منهم لسببين السبب الأول ترتيب المباراة السبب الثاني ممكن تكون البطولة دي حافز للعيبة لتعويض الشكل اللي ظهروا فيه ببطولة الدوري يعني الزمالك سيبدأ بكرة مع مباراة يعتبر إلى حد ما في المتناول مع اتحاد المنستري يوم 31 سيلاعب الشباب يوم 3 أغسطس سيلاعب النصر هي مشكلة مباراة النصر أن النصر ممكن يلعب المباراة الثالثة بالفول تيم لأن النصر حاليا في اليابان النهاردة سيلاعب مباراة دي مع انتر ميلان أول أمس لعب مع باريس سان جيرمان في فترات إعداد فالنصر مدربه بيقول أن أول مباراتين ممكن يلعبهم باللعب البودلاء وثالث مباراة اللي هي مع الزمالك ممكن يبدأ بالفول تيم ليه؟ هو ترتيبه كده نونو اللي هو مدرب النصر السعودي مرتب فرقتين عشان ينافس على بطولة الدوري وهو حاليا في معسكر الإعداد أو في بطولة دولية في اليابان معه ثلاث صفقات لسه لحد دلوقتي تعاقد معهم لسه لحد دلوقتي فتح باب القيد النهاردة يوم سبعة وعشرين بداية فتح باب القيد من أجل الزمالك عشان البطولة العربية ويفجأ الزمالك أنه موقوف قيده بسبب مشكلته مع سبورتينجليشبونة مع عشكبالة وقاتشينبونج اللعب الأفريقي اللي كان موجود فالزمالك ما استفدش بفتح القيد النهاردة كان المفروض يستفيد بالصفقات الجديدة استفاد بقى أو استعين باللعيبة المعاراة الزمالك سافر بخمسة وعشرين لعب منهم خمس لعيبة ناشئين وفيه سبع لعيبة ما سفروش لأسباب مختلفة اللي ما طلعش اللي ما تأيدش والأسباب فنية والإصابة والكلام ده كله ولكن فتح باب القيد بالنسبة للزمالك لم يستفيد بي هي مشكلة الزمالك في البطولة دي زي مشكلة النصر السعودي ولكن مع اختلاف اللعيبة اللي موجودة يعني يكفي ان احنا نقول مثلا النصر السعودي في رونالدو دي في حد ذاتها يعتبر قوة رغم انه هو لم يؤدي منذ انتقاله للنصر صحيح ادوبة كانش يعني ما كانش لا يقارب باداء كريستيل رونالدو بالضبط بالضبط هو تقريبا بيلعب لعب تجاري ولكن هو برضو اسمي يظل رونالدو اسمي يعني لو ركز يعني هيرجع لو ركز ممكن يرجع فالزمالك ترتيب المباريات بالنسبة له يعتبر حاجة كويسة ولكن تظل حوافز ودوافع اللعيبة هي الفيصل لان انت البطولة العربية دي بالنسبة لنادي الزمالك تعتبر انا باعتبرها سلاح زوحدين الزمالك طالع رايح البطولة بعد وضع مش طيب للغاية بالنسبة لجماهيره خارج من موسم صفري لا كاس ولا دوري ولا افريقيا ولا الكلام ده كله بالاضافة الى بعض المشاكل الموجودة حوالي الفريق لذلك انا باعتبر البطولة دي بطولة لعيبة في المقام الاول وربنا يكرم كده واسوري ومدرب الزمالك يلعب بواقعية بدل من خطط اللعب اللي كان بيلعب فيها في اخر مباراة الدوري الهجومية والكلام ده مش هتنفع في البطولة العربية ويستغل اول مباراة بكرة للفريق الزمالك اذا حقق فيها الفوز وده ان شاء الله يتحقق هتبقى بمثابة دفع قوي قبل مباراة الشباب لو فاز على الاتحاد المنستيري والشباب يعتبر صعد الدور التالي بغض النظر عن نتيجة مباراة النصر الأخيرة زي محمد بنحن نتكلم عن نادي الزمالك وعن أسوري وعن خطته بحضرك زي ما تحدثت يعني هذه البطولة مهمة جدا للنادي الزمالك عشان يا يصالح جماهيره يا هيحبط جماهيره لصبت فشايف انه ايه الكروت اللي في ايده اللي يقدر يلعب بيها خاصة هو عنده ظروف كتير جدا ضده هو طبعا الزمالك طبعا سوريو المنبارات الأخيرة في بطولة الدوري كان بيلعب بطريقة لعب مختلفة تماما عن اللعبة اللي متعودة عليها طريقة اللعبة تعتمد بشكل كبير جدا على الهجوم مع اهمال خط وسط الملعب وده ظهر في آخر ثلاث مباريات عشان كده لازم المدرب يعود للفكر الواقعي العملي خصوصا ان الزمالك في البطولة دي بيعتبرها بمثابة بداية الامل من جديد قبل الموسم الجديد بداية تصحيح المسار الأوراق الربحة معروفة في نادي الزمالك عندنا رقم واحد يعتبر أحمد سيد زيزو يعتبر هو اللعب الأكثر حظا أو الأكثر مشاركة لا يلاقوا فيه أراء أنه هو أفضل أفضل لعب يعتبر أفضل لعب القيمة التسوقية بتاعت أحمد سيد زيزو مع بداية الموسم كانت أربعة مليون يورو مع ختام الموسم أصبحت خمسة مليون يورو يعتبر من أفضل اللعبة عندنا أحمد فتوح لعب يعتبر من اللعب المميزين جدا الخبرة موجود الخبرة شيكبالا في خط الهجوم يعتبر هو إلى حد ما موجود سفة الدين الجزيري ويعتبر سفة الدين الجزيري هو المهاجم الوحيد اللي موجود في الفرقة بالإضافة إلى مشكلة الزمالك تظل في مشكلة الزمالك في حراسة المرمى وقط الدفاع أتمنى بإذن الله أن أوسوريو يعتمد بشكل كبير لأنه هو سافر يوم الحد وأدى أكثر من تدريب هناك في السعودية يعني سافر بدري عكس فرق كتيرة فده بيد الأجواء يستغل عامل الجالية المصرية اللي موجودة في السعودية اللي هي حدثاني جالية كبيرة جالية كبيرة يعتبر الزمالك والأندية الأربعة الأندية الموجودين في السعودية يعتبر هم الأكثر حظا في المسندة الجماهيرية في هذه البطولة نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن المدرب يغير فكره التيكتيكي في هذه المباراة أنا أنا واحد من الناس أنا عايزه يلعب بواقعية يلعب بواقعية بمعنى إيه؟ أنه يعتبر هذه البطولة بمثابة عربون صلح مع جمهور الزمالك قبل بداية الموسم الجديد لأنه ما فيش حد من جماهير الزمالك راضي عن فرقة خلال هذا الموسم من بدايته لنهايته تعتبر فرصة كبيرة بغض النظر عن الغيابات وبغض النظر عن أن ما فيش صفقات جديدة وما فيش لعبة جديدة انضمت للفرقة باستثناء يوسف أوباما وحمد علاء اللي هم رجعوا من إعارات عامل الخبرة اللي موجود في اللعبة زي أشرف روقة زي شيكبالة زي أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري يعتبروا هم القوام الرئيسي للفرقة مع وجود مع غياب طبعا الوينش في خط الدفاع تبقى مشكلة أنا ما مش عارف هو هيفكر إزاي في موضوع حراسة المرمى وخصوصا أن محمد صبحي اللي هو الحارس الأساسي كان مستوى خلال الثلاثة أربعة مطشات اللي فاته مش مطمئن مع غياب محمد عواد في حراسة المرمى أنا مش عارف هيوزنها إزاي هل هيبدأ بعواد مباريات البطولة العربية زي ما قال قبل ما يسافر أو زي ما تسرب قبل ما يسافر أنه هيعتمد على محمد عواد على أساس أنه هو أكثر خبرة في مثل هذه البطولات أم هيستمر بمحمد صبحي وخصوصا أنه فيه وجهة نظر بتقول أنه لازم تستمر بمحمد صبحي عشان ما تحبطهوش نفسيا وخصوصا آخر ثلاث مباريات كان مستوى مش مطمئن أو يلعب بواقعية على حسب مستوى حارس المرمى سواء محمد صبحي أو محمد عواد المجموعة الرابعة الرابعة تعتبر مجموعة إلى حد ما هي الأسهل شباب بولوزداد صحيح الربعة المغربي الكويت الكويتي الكويت الكويتي أفضلهم يعتبر الفريق الرجاء المغربي صحيح يعتبر هي المجموعة إلى حد ما الأكثر توازنا من الثلاث مجموعات اللي قبل كده مجموعة الثانية الثانية عندنا الهلال السعودي نقولنا الأصعب صح؟ الثانية الثانية الأصعب الهلال السد القطري الوداد المغربي الوداد المغربي وأهل ترابلس هي حتبقى منافسة سلاسية طبعاً بين الهلال الهلال لسه مبارح متعاقد مع الظاهير ملكم يعتبر بصفقة تاريخية لسه لامي عيلان الخوط لسه لامي عيلان الخوط تعتبر صفقة تاريخية 60 مليون يورو في السنة صفقة تاريخية ده عقد أهلا من كويستيانو بالنسبة لللاعب نفسه مش القيمة الصفقة كلها السد القطري بيضم لعبة على فكرة مميزين جداً يكفي وجود بغداد بن جاح الجزائري اللي هو يعتبر هداف الدور القطري على مدار خمس ست سنوات اللي فاتوا لأنه مستمر معهم فريق الوداد يعتبر بطل أفريقيا أخر نسختين يمكن خسر البطولة الأخيرة قدام الأهلي فريق قوي جداً أنا باعتبرها المجموعة الثانية تعتبر أقوى مجموعة في الأربع مجموعات سريعاً من بين كل المجموعات وجهة نظرك أو توقعاتك بطل كل مجموعة المجموعة الأربعة أنا أعتقد المجموعة الأولى سيكون فيها الهلال الاتحاد جدة هو في لها الحظ الأوفر خصوصاً مع وجود كانتي وكريم بنزيمة دلوقتي وإن شاء الله نشوف طريق حامد المجموعة الثانية ستبقى فيها الأمور صعبة عن الهلال والسد والوداد التلاتة يمكن أرجح الهلال أكتر طبعاً بيصعد أول وثاني في المجموعة طبعاً فخلينا المجموعة الثالثة نقول الزمالك والنصر السعودي هما اللي سعده والمجموعة الرابعة ستبقى فرصة الرجاء هي الأقوى يعني على أي حال إحنا نتبع أكيد هذه البطولة بكل شغف وحماس نشكر حضر الجزيليش شكراً ناقد أرياضي محمد الجباي نورتنا في سبع الخليم شكراً 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 لكم من